وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني كمال بن خلوف خلال اليوم البرلماني حول سياسة تشغيل والحماية وتضامن والذي نظمته كتلة حركة البناء بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وساء أحزاب السياسية أكد أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية دون الحديث عن برامج تشغيل فعالة كفلة بامتصاص معادلة البطالة في المجتمع وأنه لا يأتي ذلك إلا بتحقيق مرونة في السوق الشغل التفاصيل في ميكروفون شهرزاد وليد عزوز إذ لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية دون الحديث عن برامج تشغيل فعالة كفيلة بامتصاص معدلات البطالة في المجتمع ولن يتأتى ذلك إلا بتحقيق مرونة في سوق الشغل ناتجة عن وجود قطاعات منتجة تحرك دوالب الاقتصاد في أي دولة والحديث عن سياسة التشغيل يعني الحديث عن برامج مدروسة الهدف منها احتواء طالبي العمل وخريجي المعاهد والجامعات ومراكز التكوين المختلفة وكذا دعم أصحاب الأفكار والإبداعات والمشاريع المقاولاتية والعمل على إدماجهم بشكل يجعلهم فاعلين أساسيين في دفع عجلة التنمية هذا وأكد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال هذا اليوم البلماني أكد أن محطة عيد الاستقلال الوطني يذكر أو تذكر من نسج أو تنسان الجزائر حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها إن محطة عيد الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية في مسيرة الأمة تذكرنا بمسؤولياتنا اتجاه الحاضر والمستقبل كما تذكر من نسية أو تنسى أن الجزائر حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها وإنها عصية على الإملاءات إلا ما يمليه عليها الضمير وواجب الوفاء لمبادع وليس للمصالح مهما كانت مغرية أن تحجب عنا بصيرة الوقوف إلى جانب المصدعفين وحيث يكون الحق تكون مصحة الجزائر وفي هذا السياق نعرب عن ثباتنا على المواقف السيدة التي عبر عنها السيد رئيس الجمهورية وهو يقود ويوجه سياستنا الخارجية حفاظا على السلم حفاظا على الحقوق وحفاظا على الأمانة التاريخية كما دع رئيس حركة البناء عبد القدر بن جرينا إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني بتمتين الجبهة الداخلية وتنمية محلية مستدامة الأمن والاستقرار الذي ننعم به ليس هدية من أحد وإنما هي جهود رجال خيرين في السلطة كما هي جهود مواطنين شرفاء يكنون الخير لهذا الوطن العزيز ولا يقامرون بأي حال من الأحوال بالمساس بأمنه واستقراره أو بالتلاعب واستغلال ضغوطات مشروعة وحاجيات مجتمعية من أجل إحداث ارتدادات اجتماعية قد تعصف بمكتسب الأمن والاستقرار من هنا نقول بأن هذا المكتسب يجب أن نحافظ عليه ولا يمكن أن نحافظ عليه أولاً إلا بتمتين جبهتنا الداخلية وبتجميع صفنا الوطني وبتجريم تمزيق نسيجنا المجتمعي